اشتركوا في القناة لنستكشف وإياكم الأثر المتبادل بين الثقافة باعتبارها حاملة لروح الشعوب والمعمار باعتباره تجلياً إبداعياً عن تلك الروح ولأننا نعتبر أن المعمار يمثل عكاساً لثقافة أي مجتمع فأنه يصبح بشكل ما نوعاً من التعبير عن متطلبات أي مجتمع وما يشهده من تغيير وتطور وتأسيساً على ما سبق فإننا نستضيف اليوم في هذه الندوة المعمارية العربي عبدالواحد الوكيل لأننا نعتقد بأنه أفضل من سيكون قادراً على توضيح العلاقة الإشكالية بين ثقافتنا العربية الإسلامية وتراثنا المعماري الأصيل النابع من عمقنا الثقافي وتنوعنا الحضري وستحاول هذه الندوة مناقشة كثير من القضايا المعمارية مثل العمارة في ثقافتنا العربية والإسلامية كجزء من هويتنا المؤثرات الثقافية والفنية التي تأسست عليها العمارة العربية وأفاق تطور العمارة الإسلامية إضافة إلى طرح فرضية الحديث عن عمارة خليجية أو فن عمارة حديث حاملة لخصيات فنية واضحة وقوانين معرفية راسخة في هذه الندوة مع المعماري المصري عبدالواحد الوكيل وهو أحد الأصوات الرائدة في العمارة الإسلامية المعاصرة وهو معماري معروف على الصعيد العالمي بتصميمه لمركز جامعة إكسفورد للدراسات الإسلامية وصاحب تجربة مميزة وبصمة ليس على الحجر فقط بل علميا وعمليا حصل عبدالواحد الوكيل على جائزة ريتشارد إتش ديرهاوس لعام 2009 التي تديرها كلية الهندسة المعمارية بجامعة نوتردام وعلى مدى العقود الأربعة الماضية قام ببناء المساجد والمباني العامة والمساكن الخاصة في جميع أنحاء الشرق الأوسط منتصرا للطراز المعماري الإسلامي في تصميماته ولد عبدالواحد الوكيل عام 1943 في القاهرة وهو مهندس معماري اشتهر بمساجده المذهلة في المملكة العربية السعودية وخارجها ويعتبر من أهم المراجع المعاصرة في العمارة الإسلامية تلقى عبدالواحد الوكيل تعليمه في مصر ثم التحق بجامعة عين شمس وعمل للحصول على بكالوريوس في الهندسة المعمارية وقد حصل عليه عام 1965 بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من عام 1965 إلى العام 1970 تمتعين عبدالواحد الوكيل في وظيفة معيد ومحاضر في جامعة عين شمس في قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة وبعد ذلك بعامين شهد تحولا عميقا في فكره المعمري عندما التقى بالمهندس الشهير حسن فتحي الذي ركز في عمله على خلق بيئة أصلية بأقل تكلفة وتحسين الاقتصاد ومستوى المعيشة في المناطق الرفية وكان لعمل عبدالواحد الوكيل مع حسن فتحي تأثير عميق لكن قبل أن يصبح تلميذا لفتحي كان الوكيل قد بنى بالفعل ثلاثة من المباني السكنية الخاصة به على الطراز الحديث في عام 1971 بدأ الوكيل عمله الخاص في الهندسة المعمارية ومن هذه السنة فصاعدا ازدهرت مسيرته فقد قام عبدالواحد بتصميم وبناء عدد من المباني في أماكن أخرى خلافا لمصر والمملكة العربية السعودية فقد توجه في المنطقة العربية وخارجها وقام بتصميم مسجد في وسط مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا ومسجد هوتن ومركز المجتمع في ضواحي جوهانسبرغ ومسجد في البحرين كما قام بتصميم وبناء مسجد في بروناي على طراز العمارة الماليزية التقليدية ومركز الجالية المسلمة في ميامي حصل عبدالواحد الوكيل على عدد من الجوائز بما في ذلك جائزتي آغا خان للعمارة عام 1980 وعام 1989 وجائزة الملك فهد للبحوث في العمارة الإسلامية عام 1985 وجائزة وكأس لإنجازاته في المدينة المنورة عام 1994 كما حصل على جائزة ريتشارد إتش ديرهاوس لمساهمته في العمارة الكلاسيكية عام 2009 وقد تمكن عبدالواحد الوكيل عبر مسيرته المهنية الطويلة من المزج بين جمال العمارة الإسلامية التقليدية وعبقريتها الفنية وقيمتها الثقافية والتصاميم الحديثة المعاصرة ليصبح بذلك واحدا من أهم المراجع في إحياء الطراز المعماري الإسلامي التقليدي في عالمنا المعاصر جميعا وبإسمكم نرحب بالأستاذ الدكتور عبدالواحد الوكيل لتقديم عرضه الفني وتقديم محاضرته السلام عليكم دكتور بسم الله الرحمن الرحيم أنا شاكر على حضركم سادة الوزير وأتمنى أن أقوم بالواجب فيه كان محاضرتين كان واحدة على العمارة أساساً والتانية اشتغلت عليها على أساس أن عرفت أن أهمية المدينة فركزت على دي طبعاً الاتنين هياخدوا أكتر من 45 فهنبتدي فيها أساساً في أشكال سبتة في كل الحضارات الأشكال دي ليست مخلوقة من الإنسان هي بسموها سوبرهيومن أن هي أشكال موجودة في العقل الباطن بتاع الإنسان من دمن الحضارات اللي كانوا يحطوا الرموز دي بطريقة رسم هي الفراعنة كان أساساً في الرمزيات والسيمبوليزم وتمسكوا بالهيروجليفز زي ما احنا دلوقتي بنتمسك بالأشكال زي زمان أنا فاكر في شبابي كان السيارة التالياني تكتب على التابلو بنزينة الإنجليز تكتب فيول الفرنساوي تكتب إسانس فلما بقت السيارات انترناشنال تدوا يعملوا رموز بقت بتاعت الزيت دي تدل على الزيت بتاعت محطة البازين تدل فريقوا للآيكونز أو للهيروجليفز فهنا الموضوع السيمبل في السيارة استعملوها الفراعنة طلعوها مزبوط جدا ولغاية دلوقتي بتستعمل اللي هي الدائرة والكروسينج حتى في إنجلترا عندنا تشارين كروس فيكتوريا كروس كينغز كروس كل منطقة لندن كانت زمان متأسمة كل طاعته بيسموه كروس والكروسين ده كان بيجي من يعني بيقسم المدينة إلى أربعة النورث والساوث والإيست والوست لغاية النهاردة أنا عيشت في فرنسا كم سنة كان دايما المنطقة يقولوا أنا ساكن في الكارتية الكارتية يعني الربع وهدكوترز هي اللي في النص دي اللي هي فيها الفيرتكل زي القبة وبعدين كل ربع متأسم بتلات نجوم رمز على الجروب فالشكل ده أساسا فرعوني بس فين لقيته الشكل ده لقيته في السعودية كنت بجمع يعني بدو جوليري فده البدو كانوا بيلبسوه في المنطقة دي والمنطقة دي بتعتبر في الجسم The Crossing بردو لأنها بتنقل فيها الفور ألمنت الار والووتر والفاير اللي هو الدم والأيرث اللي هو الجسم فالرموز اللي تقبع على اليونيفرسل وعلى الماكروكوزم وعلى المايكروكوزم ده مهم جدا لأن الناس بتفتكر أن الصليب ده يعني بالتعم السيحية لكن تستعملوه كسين مش كسيمبل السيمبل ده موجود في كل الحضارات موجود في الهنود الحمر موجود في وموجود كمان عندنا برضو لازم يتوجد في كل التقاطع ده الكروس هنا عندنا عكس الكروس موجود في الكوب اللي هو الكعبة وهنا السنتر زي ما كان هنا فيه السنتر في القبة دي ما فيش مؤشر معلش بقى هنا دي موجودة في كل العمارة الإسلامي في المساجد وفي كله ده هو الكروس اللي هو العربي اللي هو الدايرة للمركز وبعدين الأرباع دول دي لها رموز تانية في المحاضرة التانية بس مش هاخش فيها لأن ده موضوع طويل لكن أساساً يعني أن فيه رموز معينة موجودة في الفن وفي المدينة يعني دي أشكال ما هيش تبع حضارة واحدة أو إنسان لا دي أشكال كونية هنا عندنا اللي حصل بالنسبة للمدينة بتاعتنا حصل كارثة جاءت من مئة سنة الكارثة دي جاءت من إن حصل تغيير شامل في المدينة بين البافيليون والكورتشارد ايه الكورتشارد والبافيليون؟ فرق المودرن والميديفيال بلانيج على الشمال هنا ده المودرن بلانيج التاورز وعلى اليمين هنا الكورتشارد التخطيط القديم دي دراسة معمولة على الكمبيوتر رسمناها عن ناحية دي عندك الأرض خط سبع يونتس على أساس اليونت ممكن تكون ثلاثة متر بل الأرض عشرين في عشرين ممكن تكون اتنين واربعين في اتنين واربعين واتفر يعني لكن الفكرة إن على الشمال هنا عندك بترد من السبع متر دول سبع يونتس بترد متر ومتر من كل ناحية اللي هي دايماً التخطيط الجديد بيقول لك يديني ردود من الجار فلما بتام الردود دي بيطلع لك في الآخر خمسة في خمسة خمسة وعشرين متر ومربع مثلاً أو بيونت مربع أساس سبع في سبع تسعى يعني خمسة وخمسين في المية بالكتير اللي هو قانون البلدية وقل لك ما تبنيش أكثر من خمسة أو خمسة في المية من الأرض بتاعتك النظام ده جي ازاي جي من من الفيلة التالياني حصل ايه في الفيلة بتاعت بلاديو دي هتشوفها لو تتفرج على فيلم دون جوفاني بلاديو ده بانا فيلا في وسط الكنتري سايد الجميل بتاعت ايطاليا وفتح على الأربع نواحي وبعدين بقت جتنا الكنسبت بتاعت الفيلة ابتدت الأرض تكش 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 لغاية ما في الآخر قال لك لأ ادينا ردود عشان ايه ما بقاش فيه لانسكيب ما بقاش فيه طبيعة ودي نتج منها البلوة اللي حصلت في أمريكا اللي هي السابيربيا يعني لو هي كانت صح كانوا سموها سوبر رورل لكن سموها سب اربن يعني تحت الاربن ففي كل المدن القديمة عمره ما كان فيه ردود الناس كانت بتبني على الصامت فهنا عملت خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين يونت في البلوك الواحد ادي مية في تمنت دور ادي تمنمية بالتحت مكتوب هنا بالطريقة الكورتيارد تلا خمسة دوار بس لكن نشوف الفرق بين العمارة والتانية الزاوية تمانية وسبين يعني متشوفش السماء هناك الزاوية خمسة وعربين يعني هنا بين الاتنين فيه مترين او تو يونتس هناك فيه ستة فابتدى يظهر الكورتيارد ويظهر الحديقة الداخلية فدي طلعت هنا مية برفلور الفار بتاعها هنا تلع مية وستين فانت ممكن تزود الارض بتاعتك ستين في المية من غير ما تصرف ماليم زيادة بالتغيير نظام البلدية ده اللي جالنا من انجلترا ومن من اوروبا وعمره ما كان موجود في العالم الميديفيل ولا في العالم الإسلامي للأسف مكلف ودي المدينة القديمة كلها كانت بالكورتيارد والساحات والشارع الديقة والناس تمشي فيها فين تمشي النهارده في المدينة الجديدة حتى الرصيف اللي عاملينه اللي الناس تمشي فيه بيركنوا فيها السيارات ادي المدينة القديمة تمشي فيها انا فاكر اول ما رحت المدينة المنورة مشيت ييجي اربعة خمسة كيلو لغاية ما لقيت نفسي برا المدينة كتر جمالها والشوارع بتاعها المهارده من الحرم عشان روح للبلدية 200 متر اتبخر قبل ما وصل للبلدية بووزوا تخطيط القديم كله مقصد فين العمارة في المدينة المنورة القديم القديم الإسلامي اه القديم انا رحت في السبعين قبل ما يتهد كل كان واحد زميلي في الجامعة هو اللي كان مسك هد كل المباني القديمة حتى مكتبة عرف حكمة حصل خناعة فيها برضو هدوها احنا نايمين بالليل وبعدين للأسف يجيلك مهندسين جوداد كان مؤتمر فبقولهم يا جماعة السيارة مش لازم تخش في وسط المدينة فواحد مهندس من الرياض يا بقش مهندس انت لازم تبص للزمن انت بتفكر يعني قديم يعني ما فيه ناس يتهموني ان انا عايش في القرن الخمستاشر فضحكت قلت له انت شايفني مخرف يعني لازم مدر قلت له احقولك حاجة انا رحت ديزني لند والد ديزني طبق حاكتين في الإسلام والد ديزني كاليفورنيا كاليفورنيا وميامي والد ديزني حط مبدأ عشان عامل حاجة دي للأطفال فقال الامان سيفتي وكلين لنس فتروح هناك تلاقي ما فيش ورقة في الأرض حاطت يعني طريقة نظافة كان قبل البارك في أمريكا زمان وساخة وبوبكورن وورق وصيارات دخلة وطلع بتاعه لغة كل الحكاية دي قلت له فانا رحت مع المانجمنت ادرس ازاي مية وخمسين الف وواحد بيجو ديزني وولد ما فيش سيارة فيها ازاي تحل المشكلة فانت تيجي تعملي باركينج تحت الحرم يعني ريديكلس يعني نفس الحكاية كنا مرة فروحنا نقايم مسجد روما فكت مع الأمير سلطان بن سلمان اللي هو عملنا مع التراث فوقفينا على الجبل وبقوله شايف الفاتيكان طال عمرك قال لي قلت له ملاحظ حاجة قال لي قلت له ما فيش عمارة في قبة الفاتيكان ايه والله ملاحوظة عبد الوحي قلت له ورا الجبل التاورس كلها في المودن روم ورا الجبل لابراز الشكل الهندز فيه والتركيز عليك فما فيش حاجة تعليه عن قبة الفاتيكان فالفاتيكان أهم من مكة والمدينة عاملين أبراج غرطت على المنارات فيعني الطابع المدينة الإسلامية زمان قديمة نفتكر كان كل الهورايزن بتاع المدينة السيلوات عبارة عن قبب ومآزن دلوقتي بتشوف اعمارات باعلانات مكان اير كونديشن فالمدينة لها طابعة زي هنا عندك وده حاجة تانية اتضعت هنا ده الكورتيارد الموديل اللي وريته في أول الصور الكمبيوتر موديل هذه المباني لازقى في بعض وحوش داخلي في شجر في أكسجين والبلوك ماشي مع الشارع عشان يحطه كاكين يحط بتاع ماشي في هو التراب الإنسان دايما يحب يمشي جنب الصور وجنب ما حبش يمشي في هو كده هتشوفه دلوقتي قدي كل ودي على من الفيلا للعمارات كل تخطيط القديم على كورتيارد ده تغير ازاي اهو العكس مافيش انا عشت في نيويورك وعشت في باريس وعشت في لندن مافيش حد في نيويورك يمشي في وسط الهو ده لو يمشي يمشي في برودوي يمشي في فيفت افنيو لكن في الهو ده مافيش وتشوف اول مبنى هنا كان لسه كورتيارد على يو شيب تقريباً وتلات المبانى دي غيروا التخطيط وهنا بتشوف بارغة كل المباني القديمة في سبين وفي ايطاليا وفي فرنسا وباريس كلها على حواش وبعدين المودن ابتدى يحصل الستريب بلدنس دي هادي كله كورتيارد مافيش مدينة في العالم قبل القرن العشرين مافيش كورتيارد ادي في امريكا كمان ادي كورتيارد فيلا الجنب بعض لها برايفت جاردن وبعدين جاردن مشترك فيها السوومنج بول والتنس وغيره هنا تشوف القديمة ازاي وادي الجديد ازاي ما لوش روح هو دي مصيبة بتاعت المدن بتاعت ادي المدن القديمة تمشي تتمتع فيها فين نهاردة المدينة الجديدة تقدر تمشي فيها احنا كنا مع برو عملنا مشروع في الوسيل كنا عايزين نعمل مدينة الاسلامية للأسف مشروع وقف لكن فيه مشروع اشتغلنا فيه وقفوا المشاريع دي لكن للأسف بروح الوسيل ما تعرفش تمشي فيها اهو ده في براسلس شوف العمارات القديمة كل واحدة تختلف المباني كلها ماشي انا مصور كل زي ريجين بارك في لندن كله ماشي كل عمارة فيها شباك يختلف الساقف يختلف بتاعك لكن كله ماشي نهارمني غير المهب بالكونكريت ده هو اللي على الجنب هنا وهنا كورتشيارد اليابانية انا رحت كيوتو من احلى مدن شوفتها في حياتي ده الكورتشيارد الياباني اللي هو يوازي الكورتشيارد بتاع الاسلامي والسيمبلزم بتاعه هنا غير السيمبلزم بتاعنا هنا السخر رمز الجزر اليابان الزلط رمز للبحار وكان شوية الخضرة اللي على السخر رمز للحياة اللي في الجزر دي وبما ان الطبيعة حلوة معها بيربط مع الطبيعة اللي وراه ده بقى المصيبة بتاع السابيربيا في امريكا كل بيت وبعدين مكلفة جدا وانجي وايز وبعدين احنا دلوقتي يعني فيه تلات اربع كتب كنت عايزة اجيبها ادي اساميها هنا تقروها واحد اسمه The Long Emergency احنا داخلين في يعني مشكلة كبيرة جدا climate change منها ومنها حاجات كتير يعني هتعمل مشاكل في الطبيعة جامدة جدا very energy consuming الشغل ده انا رحت في امريكا ما كنتش مرتاح نفسيا ليه لان ما حسيتش بمدينة حسيتش شارع وكل ممنى مقرامين وشمال كل شو يرموا مباني كده مافيش تخطيط والنيبرهودس دي كائبة جدا وبقت اهي دلوقتي وفي مصر عاملوا كده برضو الاسكان الشعبي سلم وشقة وايمين وشمال وفي تركيا دلوقتي بس بقى تبدل اربعة دوار بقى عشرة دوار يعني تكلفة زيادة في الاسنسرات دي المدينة الاديمة المدينة الاديمة الاسلامية دي كانت عبارة عن سقف واحد سقف واحد ممخرم يعني عامل زي الجبنة الجريير الفراغات دي كلها هي نفس المدينة تخش في كل بيت جنينة فيها انا رحت كردو بقى ايام موسم الظهور فتحوا كل البيوت تخش في الاحواش كل واحد عامل زهور معرض زهور من احلى ما يمكن البيوت الحلوة دي في السكينة اللي فيها فيه كان مشروع من نابره واحد ده كان على اساس في الوسيل عمارات اللي ترتش بني على اصفر على احمر على مباني رممه فهنا حبينا نلم بالاحواش الداخلية وزي ريجينس بارك في لندن حتى كده شوبينج مع البيوت وراه والجنين بينهم للأسف ما تمش لكن وكله لون واحد وموحد وبعدين عملنا بس ده ياخد وقت عملنا البيوت العرب لكن بيث العربي ده في اسبانيا اللي هو بيسموه التوليدو اللي هو بيغطيه بالسقف عشان الشمس ومرات بيقفله كومبليت عشان كمان الهوى والمطر بس البيت بيقى فيه السكينة فيه وكلمة سكن يعني جاية سكينة سكن وده كان بيت أول ما عملت بيت في السعودية بيت أحمد السليمان الله يرحمه مات السنادي البيت ده لما شافه سعيد فرسي أمين المدينة راح لأحمد السليمان قال له هاكي المهندس اللي عمل لك البيت ده قال انت عملت اللي احنا مندور عليه اللي هو الطابع الإسلامي وخدني مستشار له وكان ليه تأثير جامد جدا في جده ويمكن جده البلد الوحيدة للمدينة القديمة ما تهدتش كان بسببي أنا كاستشاري لسعيد فرسي اللي كانوا بيهدوا بمباني كلها اللي هذا البيت هو لقطة التحول لعبد الواحد الوكيد فالبيت ده عملته لأحمد السليمان والامريكين انسيتيوت اوف اركيتكس رشحوه أحلى مبنى في التعمل في السعودية يعني خد اعجاب جامد جدا وبعدين عملت كل الحرف اللي فيه المشربيات وبتاعني ده ده يخد سلايد كامل شو ودي عندك القباب هنا بالتوب وبعدين دي اللي هي بيسموها في الترانسفورميشن اف نيتشر ان ارت انك انت ما تقلتش النخلة زي اللي بيحصل دلوقتي بيحطوا فيها الواي فاي بتاع التلفونات لكن انت تاخد البرنسيبل اف the created feature يعني خلق الله ما تنقلوش تشبيه بي لكن تاخد البرنسيبل بتاعها هنا الشيدين فلو تشوف الشيدين عالحيطان اكنه نخل دي هي ترانسفورميشن اف نيتشر ان ارت وده دور مهم جدا في الفن لما نتكلم عالفن وده الانتيرير كله ده تعمل توب ما فيش كونكريت ولا اي شيء حسبو الارياز قالو عايزين تمانين طن الاركون دي سنترل لما جم حسبوها لهو اربعين طن بس وفرنا اربعين طن ريفريجيريشن بسبب التوب والاسوف دي وده اهو بيت هنا كمان لصديق ليه منصور بدر من مكة ده كان من احلى بيوت عملتها بس للاسف راح عاش في دبي فما تبناش البيت فقط كان تصميم للبيت اه ما كنت كان على اساس كان حنبني خلاص وبعدين نقل راح دبي هنا عامل خيمة وهنا عامل قادة بالليل للعشا وميوزيك والمية والشلال تلتزم في التصاميم هذه دكتور الطابع انت كنت ملتزم بخلق الطابع ولا كان عندك انك تحافظ على شكل خاص لان انت خلطت اذا بعد اذنك انت تكلمت سبيل المثال عن مدينة لو سيل ومقارنة بالمدن الاخرى هل هي صحية للمشي قصدك او يجب ان تكون منظر جمالي هو التصميم المعماري الصح نجاح المدينة ان يكريت كاركتر فورت لو المدينة لها كاركتر ولها اشياء جذابة خلاص نجحت هوية هوية وكمان يعني انا كنت للأسف كان مع الحروب والمشاكل اللي حصلت كان في دكتورة لبنانية درست مع جون بياجي السايكولوجست في السويسرا وتعرفت عليها في السويسرا ام دراستها وبعدين لما كنت بابني بيت العاجم جات وشافته واتفقنا نكتب كتاب عن السايكولوجي والعمارة فاستفدت منها جدا لكن بعدين حصل حرب لبنان وغيره بتاعه افترقنا يعني راح تهياش في لبنان وثبت مصر وبتاعه المهم استفدت ان في المكان له سايكولوجي الالوان لها سايكولوجي يعني الاشكال لها سايكولوجي وفيه في المحاضرة التانية بوري ازاي الرسومات الهندسية لها برضو تأثير على البناء ادم الفوليوم الاسقف لما يكون وطيتها بالانسان الاسقف هذه ما كانت عالية احنا بنبني النهاردة اسقف ثلاثة متر ليه يعني كاتر يعني هتوفر ايه لما تزود ثلاثة متر ونص ليه الامارات يعني من البيحات القوانين شوية مهندسين درجة ثالثة موظفيهم بنكلة في البلديات وما كان كده في السعودية لما اشتغلت في وزارة الاوقاف الجايبين المهندسين الجايبين المهندسين من فنون جميلة بنسميها فنون قبيحة جايبينهم ما عندهمش فكرة عن العمارة يعني المستوى يعني امير سلطان قالي انت لازم تيجي الجامعة تديهم محاضراته بتاعه وبعد كده لما راح شاف الاسد وشاف العقلية برضو من بلادنا يعني للأسف قال لا لك حق عبدالواحد ما تروحش لان ما فيش يعني هو الامارة ما هيش تتدرس في الهندسة الامارة ثقافة يعني يعني ما درسش ده في الهندسة انا من زغري من سافر كنا نروح ايطاليا ونروح فرنسا من هو انا طفل يعني نروح لبنان الجبل بتاعه ده فينا العام فبنشوف ده بت ده بت عملته في الكويت والبلدية رفضته لان ما فيش ردود معين عاملوا مؤتمر للمدينة الاسلامية والمؤتمر ده تلع منه كتاب اسم كويت urbanization طلعوا قانون لل تبني بيت عربي وما تعملش ردود ارتداد للبيت ارتداد اه فقالوا لي فلما جبت المشروع كده لفروس سلطان قريبه في البلدية قال ما داعب لما بنجيب خواجات من بره او اجانب مبعرفوش القوانين لان هو اخوه معماري رفضوا المشروع مراته رفضت المشروع بتاع فقلت له لا انتو المشعرفين القانون طلعت لهم القانون كان صفحتين في اخر الكتاب القوانين ما حدش بيبصله فلما كشفتهم اني مشعرفين القانون قال لا ماهو دا مش للمناطق الحديثة للبلد القديمة قلت له لأ في المؤتمر كان اني ازاي نرجع المدينة العربية شوف بقى عشان ما فيش ردود طلق الحوش وبعدين عملت حاجة موجودة كانت زمان بيسموها السرداب بتبقى سقطة الهوى الساقع يقع فيها وشلال نازل منها بيصف الماء بتاع الحوش الزغير اللي هو فيه البسين اللي هو ومنسلل بالخشب هناك فالهوى الساقع بيجي من النحية وبيطلع والتختبوش دا اللي فيه المشربيات التهوية اللي قاعدة الابن اير وفوق كمان عشان يناموا برا في الشتاء وفي الجو الحلو يطلع من قط النوم ينام في البتجونة فده كان بيت للأسف ما حصلش اهو عندك البلان والبركة في الاخر دي ارض خمسة وعشرين في خمسين يعني الف متر وكل مفتوح على الحوش داخلي ومستر بادروم واخد التهوية من ناحيتين وده بيت في لبنان خط طابع لبناني ده برضو ما عارفش حصلين مع الحرب دلوقتي لكن ده بيت كان دراسة للبيت ده كمان مشروع حلو او بس هاخد وقت شرحه ده وده هنا المسجد اللي جاب لي كل مساجد المدينة اول ما عملته على البحر كان سيد فرسي بيقول لي بعيب على السكولبشرز اللي بيعملوها لان دي سايكولوجي كي بيسموها فرجمنتشن ان اوبساشن فرجمنتشن اوبساشن يعني ايه يعني تاخد ايد فرجمنتد من الجسم وتكبرها وتحطها في ميدان تاخد ادرة اللي هي مفروض مع القهوة بتاخدها وتحطها كبيرا في ميدانة تاخد في نص رمضان تاخده في وسندان وكبره وفي الجد عامله بيسيكليتة طولها 20 متر فياخده هلال بتاع المأزانة ويروح اطينه في الميدان فحتى واحد مهندس في لبنان بيقول لي انا جددت في مدنة المسجد تلو جددت يقال لي خدت المدنة عملتها من اولها لاخرها هي الهلال تقول ده زي اللي راح فصل بورنيتا نلزت لكعب رجله يعني 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 انت حريص على ايش في ايصال الرسالة الان بش مهند ان في امرات fragmentation and obsession ان اكنت لما you don't see something as a whole يبعنت عندك في تفكر بتاعك distortion ان الانسان دائما يشوف the whole picture متعدد شتاخد زي اللي موسيك موسيك كان فيا كمpetition تلواتي بتاخد جزء منها بيت مفيش composition فعندنا مشكلة كبيرة psychological فكت باوري العلاقة دي مع العمارة عندك problem مثلا المدينة القديمة عمرها متعل عن سبعة دوار وبعد سبعة دوار بيحصل المشاكل احنا اذا ما عندك مانا حابين نفتح باب السؤال بما ان احنا في موسم الندوات فاكيد هنا من يود ان يتحدث معك او يسألك بعض الاسئلة اذا ما عندك مانا انت تقول انا اقول قولي السؤال ده يترقى ده عليه والتاني ما يتردش هذي تم على امرك تم نفتح باب الحوار او الاسئلة بايجاز لو تكرم اشكر الدكتور على التقديم الجيد وطبعا لاحظت الدبيت الموجود بين الكورتيارد والبابليون انا والله اذا في احد المهندسين مؤيد حق فكرة البابليون هو يبدأ يتكلم فيها فنشوف وجهة نظارهم من الطرف الآخر مني يفتح باب الحوار والنقاش اوش اسئلة اذا ممكن بعد اذنك هنا 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 تفضل مش مهندس بس انا اعجبتني الفكرة لان تكلم عن الكورتيارد كلام جميل في يوم الايام تكلمت عن نفس الموضوع لما صورنا الاندلس فكانت بيوت الاندلس كلها نفس الشي فكان التعليق باش مهندس يتكلم على انه اجواءنا الخليجية ما تقدر تسوي نفس الكورتيارد هذا على اساس الغبار عندنا اكثر من ثلاثة شهور تقريبا فهل تعتقد اول شيء انه المانع الاساسي من الكورتيار الاجواء اللي موجودة عندنا انه ما تتحمل انه نسويها قبل ما كان فيه يعني مثلا الحرارة والاحتباس الحراري اللي قاعد يصير الحين والاجواء مثلا اللي قاعد تصير سنويا عندنا الغبار قاعد يجينا بشكل مستمر يعني فهذا السؤال الاول الثاني منه اللي يسن قانون الارتداد هذا عن البيت وشن الفائدة منه يعني حنا صراحة مستائم من هذا الامر يعني كل واحد يجيك ويقول لازم انه فيه ارتداد للبيت ثلاثة متر اربع متر فوش الفائدة منه انت الطروحات اللي طرحتها جدا رايعة وجميلة فليش ما يكون البيت صامت يعني يكون فيه المساحة اللي تسويها ورسالة الاخيرة يتوجهها الى المعمار في قطر الوان يتوجه شكرا اول حاجة دكتور الاجواء هل تسمح ان نعيش خاصية الكولتيار انا خليجية اكتر حاجة بتسعدني في قطر ان عندي خمس تشرقات في البالكونة عندي محسش باي ضرر ولا تراب التراب بيجي في اسبوعين تلاتة بيجي وبعدين هقولك حاجة الكورتيار انا عندي خبلة عصفة التراب وانا في الكويت قفلت شبابيك القوضة بتاعت القوتيل والدواليب قفلتها لما راحت العصفة بفتح الخزان الدواليب لقيت التراب كله جوا التراب ده بودرة ما تقدرش تحوش حتى لو انت قفلت البيت كله لكن في 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 السويد عندهم شي تجامد جدا ويمكن ست شور الشمس ما بتطلعش تقريبا لما بتيجي الشمس على كم شهر دور فيلد ومصايف ويروحوا بيستفادوا فانت عندك كم في السنة لو تجيبوا هنا بتوع المتيرولوجي وتشوف كم في السنة فيه تراب هنا وتحسبها كنسبة وبعدين انا وريتك حاجة تانية التوليدو ده دلوقتي الحوش لما يكون جو مش حلو ممكن تقفله بدون اي مشكلة عملتها انا في جدا عملتها يعني النهاردة ب الالكتريك بطن كده تقفل السقف كله وتفتحه كله مش مشكلة لكن الفنكشن بتاع الحوش اهم من كل اللي بتقوله ده اللي هو الناحية الروحانية لان الحوش هو طبيعا يعني خلق الله المباني اللي بتتحط حواليه مش خلق الله صنع الانسان فانت بتدي خلق الله بتدي له الاولوية في السنتر زي انت عندك لوحة ما بتحطش البرواز في الوسط وتحط الرسمة حوالين البرواز بتحط الباينتين بتاعتك وبتديب البرواز حلو فانت بتجيب السكن كله والروحانيات بتاعت الحوش لها سحر يعني ناس كتيرة بالذات الأجانب يعني ستمائة بيت في مراكش مين أجانب واخدينها ايف سان لوران جيفانشي يعني الناس اللي هم المزوئين بيروحوا لنا الحوش له سحر طبعا لما تجيب كويتش أخضر وتعمله الأساس حشيش وبعدين تجيب عقل الولاد والكورة والباسكت ما يبشحوش دكتور عبدالواحد قانون الارتداد توضيحي أكثر قانون اتهم معهاش البالاديين فيلا اللي عملها باليديو المهندس باليديو الفلا اللي في وسط الجنينة اللي هي في درساي وكل ما عندي في المحاضرة التانية بوري اللي جاب محاضرتين معاه بوري الحكاية دي لأن الصراحة ما كفيش الكلام ده عايز وقت يعني عايز لو قالوا لي فيه تلات تربع ساعة وبعدين تلات تربع ساعة تانين حطيت الاتنين خلاصة خبرة السنين في عاملك فالردود دي جات لما الارض بقت دي وبعدين الفلا دي حطوها في السبار المناظر اللي وليتها الكئيبة دي اللي هي الفلا لكن المدينة دايما كان لازم السور لازل في السور في لندن في باريس عندي كل سور المدن دي لأن هي الطبيعة كمان انت عارف كان لها عمي قبطان سفينة فيقول لك احنا نحترس ان السفينة ما تجيش جنب التانية لو جات جنب التانية اضربوا في بعض لان سرعة المية بينهم اسرع من اللي برة يعني لو قربوا عن بعض لازم يخبطوا في بعض فهي نفس الحكاية في المدينة مدام الرابط كده لازم تلزع فهي الردود دي موضوع انا بعتبر مهندسين البلدية دول التروريست بتوعي 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 المدينة لأن هو كل قانون بنزلوه بيخرب المدينة والقوانين مش هما اللي جايبينها هما مفروضة عليهم زا احنا الكاريكولم بتاعنا في الجامعة ما درسناش البيت العربي ولا المسجد يعني درسنا الكنيسة درسنا العمارة الوستر فرانك لويد رايت فرانك لويد رونغ ميز فاندرو كوربيزي كورووزي ما ما درسناش اسلام انا ما عرفتش العمارة الاسلامية زي لما تعرفت الحسن فاتي ليه ما بيدرس وهيش في الجامعة فلما رجعت بقى وجيت ابتدي ابتدي ادرسها بعد ما خدت واخدني ووراني البيوت وبتاع قلبوا علي الاساس في جامعة عين شمس اه وبعدين كان ليا صديق عزيز كان في الفكتوريا كوليج معاي كان وزير ثقافة فروحنا المغرب عزمنا الاغخان رحنا في المغرب فعزمونا في عشف بيت بحوش فبولي عبدالواحد خسارة ما عندناش بيوت زي دي في مصر ودازميلي تربينا سوف المغرب تربينا ازاي عندنا بيت السحيم وبيت المسافر خان ما اعرفش علاقة العمارة بالانسان تتقاف مع العديد من اولا تعاقب الاجيال يعني لو تربعنا الانسان منذ ان سكن هذا الكوكب ايضا هو تغير في عمارة منح في الصخور مثل البتراء من بنى بيوت بأسلوب مختلفة من بنى اذا تعاقب هذا لا شك انه له تأثير في هذه العمارة والجيل اليوم طبعا غير الجيل لابائنا اللي كانوا بنيانهم يختلف تماما عن اعفادي اليوم نقطة ثانية ايضا البيئة المحيطة للعمارة كما نعلم ان البيئات متنوعة شاطئية صحراوية الجبال برد حر اذا ايضا له تأثير في تأثير ايضا العدات والتقاليد لاحظ ان لو نروح شفنا ما الجالس ابائنا القديمة هنا هي تتماشى مع ظروفهم مع عداتهم اختلفت شوية بعض الامور تلاحظ القطرين يحب مثلا عنده بيت عنده مجلس منعزل نوع ما اذا عدات ايضا له تأثير وفي كل الامم ايضا هناك تأثير اخر هو الهوية نفسه والرغبة وبتالي هذا ايضا له تأثير في الجانب الجانب الصحي طبعا عمارة هي يجب ان تكون ايضا لها بعد صحي وليس بعد جمالي حتى دخول الاضاء الهواء وتجدد فهذا ايضا له تأثير المواد اصبحت اليوم تدخل ايضا في هذا الجانب لان تنوعت بكثرة البنية التي ما كانت موجودة في الماضي الصرف الصحي الكابل لا عارف انا كل ده بس مش عارف السؤال فين السؤال هنا اذا هذا وضع طبيعي لن نرى ان المنازل هذه هي طبق الاصل لكل الاجيال هذا هو السؤال هل المطلوب ان نرى هذه المنازل طبق الاصل كلها لها احواش وش لكل الاجيال التي تتتبع نعود للهوية محور الهوية قبل ما نخلق السيارات كنا بنركب ها قبل كده عربات كان فيها كام عجلة وعلى السيارة فيها كام خلاص فيه سوابة لا فيه سوابة يعني ما جاتش عجلة دلوقتي مربع او شكلها متمن او شكلها يعني فيه سوابت وتغيرات نعم السوابت اللي انت بتتكلم عليها التغيرات دي موجودة زمان كان الصرف المية ما فيش في باريس كان مثلا ينزلوا في قصر فيرساين ينزلوا يشوخوا في الجنينة كان احنا في الفستات عندنا صرف صرف صحي فالعملية التقدم التكنولوجي الكهرباء الحاجات موجودة لكن الانسان نفسه الانسان نفسه بتغير يعني تشوف صورة شوف صورتي وانا طفل وانا كبير لو شوفت صورتي وانا طفل تقول او الله فيش شبه لو فيه تغيير جامد جدا يقولك ده مرض انا مرة نحفت جامد لما جالي السكر فشافون يفتكر انها مريض بالنخسيط جامد جدا مرة واحدة فالتغيرات التغيرات اولا لازم تكون يعني ما تقباش صدمة بتقب واحدة واحدة الشوارع هي زي ما بتقول الزمان كانت حارات دلوقتي عندك سيارات فيه تغيير في المدينة لكن ما تعمليه الشارع مئة متر ما تعرفش تعديه ف وبعدين مين قالك ان السيارة هتتم زي ما هي دي فترة فترة زمنية وحتنتهي فيه ثوابت موجودة يعني انا اسكن في بيت حوش لكن مش هروح ادور على شجر التينة اروح عمل التواليت وراها عندي حمام تكنولوجيا موجودة لكن ما هياش التكنولوجيا مش هي اللي تحطم الحضارة بالعكس تهيأها يعني الحوش زمان يقولك تراب دلوقتي فيه تكنولوجيا فيه فايبر معمول بتقفل ترانسبيرنت خالص شفاف بس بيوقف في الالترا فما فيش حرارة بتخش للحوش دي تلات الماتيرير دي من ناسر على اساس بيتلاق فوق في الفضاء الشمس بتحرقهم فدي موجودة حاجات جديدة أدوية جديدة حاجات جديدة دي ما تمنعش انها تضايع الحضارة بتاعت ناخد سؤال بعد اذنك تعرف بنفسك بعد اذنك طارق الملة في في كمان هذا تشاور هنا جايين تفضل الله سأل مكدكتور الحرفيين هل ما زالوا الحرفيين اللي كانوا موجودين قدام هل تورثوا الحرف أو كيف محافظة على هذه الثقافة اللي في الحرفي سؤال ده ده مهم جدا كنت مستني ها انت كنت مستني لا كنت مستني الوتوبيس احنا بتوع الوتوبيس اكد نفس السؤال ده انا عندي كتاب انا كنت عايز اجيب كم كتاب كده يعني ريكماندد ان ناس تقراها عشان الاسئلة دي عارفها ومكرر لكن الكتب دي ممكن اسبها لك يعني كرفرنس ياخدوها من عندك شكرا لك في كتاب اسمه the invasion of robots الكتاب ده بيقول ان كان زمان يقول لك الحرف يقول لك خلاص المكن لغى الحرف دلوقتي كله مكن نسيق بالمكن ده بالمكن ده بالمكن فالراجل الاقتصادي ده قال الحرف هترجع غصبا عن المكن لان المكن الروبوت دي هتاخد المهن بتاعت العالم كلها فهتطروا يرجعوا لشغل اليدوي انا حضرت دي في نيو ميكسيكو بنينا قرية في نيو ميكسيكو فلاقيت الاقتصاد البلد عايش على الحرف اليدوي يؤثر اه لان ما عندهمش دلوقتي شوف مصنع السيارات انا رحنا مع فهد العطية رحنا نزور مصنع بورش في شتوتجارد فانا تخضيت لقيت كل روبتس بيتركب بتاع فبسأل المهندس الالماني بقوله يعني what happens if there's a mistake we do not allow for mistakes هي هتلر على طول يعني ما فيش فوت يا عم معلش لا do not allow for mistakes فالبريسيجن بتاع المكان وكله مش طبيعي وحياخد كل الشغل البروداكشن كله انا فاكر كان في حرف يدوية كتير في السعودية اول ما روحت في السبعينات كلها يعني اندسرت بسبب اسمه ايه زنوبة اللي جي من اليابان اليابانين ينزلوا اي حاج حتى شيشة ياباني كان فيه فاللي حاصل ان اليابان اكتر بلد راجع للحرف الاندس ما تقدرش تغلب الطبيعة الطبيعة تحاول تمشي عكسها هتجيب اجالك زي الكلام اتشينش دلوقتي وال الفيضانات والتنامي والمالتن والانتارتكا الطبيعة ما تدرش تلعب فيها دكتور تحمل من الخطأ او مثلا هل تحمل القطاع الخاص هل تحمل المشرعين في عدم محافظة على مثل هذه الهوية اللي متوارثة بالسنين لا يا شيخ الخطأ هو الشيطان هو الخطأ وما ليه بتقول لكم الواحد بيقول عوزه بالله من الشيطان سؤال اخير اتفضل عرف بنفسك دكتور علي عبدالعال اتفضل يعني هو ارادوا ان يتدارك الخطأ الذي وقعوا فيه والاشياء اللي هي تطورت ثم بعد ذلك اكتشفوا اخطاء كبيرة جدا في مسألة انه ترك مساحات خضراء ما فيش مساحات خضراء الترفاعات العالية كل هذه كانت مؤثرة على الانسان وعيشوا في هذه المدن هل هذا المسمى الجديد تدارك للاخطاء ولا هو امتداد للتطور لا الاسماء دي كل شوية طلعونا اسم كده مش عارف ايه زي زي يقولك ايه مش انتليجنت سمارت سيتيز اولا كلمة سمارت ما تنفعش لسيتي لانها يعني وصف لانسان مش لسيتي you can't have a smart city يمكن يقصدون الجانب التكنولوجي لا بقالهم سنين بيعملوا stupid cities يعني cities انا انا عشت في امريكا كرهت مش عارف كره امريكا ليه تلك بسبب ان المدينة تراش تعيش فيها غير منهتن لان منهتن فيها الميديفيا الكاركتر الشارع والمطاعم والناس والحركة لكن تروح يوستن تروح مدن تانية ما فيش هو فالمدينة وبعدين من ناحية المناخ ده كمان في ميامي كان اشهر شوپنج مول اللي هو ما فيوش مفتوح اللي جنبيه كله مقفول بجلاس كده عامل زي شوپنج مول سعودي اللي هو تخش ما فيش غير هول بتزاز وبتاع ما حدش بيروح يروح يعودوا في القهاوي اللي برا حط مراوح حط بتالك الانسان بيحب مع الطبيعة حتى انا انا ضد في المساجد ضد عملوا مسجد في مكة كله ازاز يعني فانا شماز زيت من الموضوع ده لان الازاز عيبوا في المسجد ان بيفصلك عن طبيعة ربنا يعني انت ممكن تبص لطبيعة لكن هي مت لكن لو حيقت المكان وبعدين يعني بيشتكوا الاركنديشن والاركنديشن تم مكان كلهم بيصلوا على الرصيف على الكورنيش عائلاتهم عامل عاملنا لهم على الكورنيش المساجد دي بدل ما يصلوا على الرصيف لكن يعني هي زي ما تقول شكاوي يعني لكن أنا شفت كمان في مصر النص المصلين بيصلوا على الرصيف في الشارع وأكبر أكبر مسجد عملته في جد برضو مسجد ملك سعود يوم الجمعة كلهم بيصلوا على الرصيف على الشارع لأن المسجد كان امتلأ كان بيصلوا في 200 واحد لما عملناها ل5000 واحد اشتاج الشفالي أمين لأن كان قدام بيته قال احنا بيصل فيه مفيش غير 200 واحد عملين 5000 ليه جابوا امام كويس والمسجد تراوى وكله اتملأ 5000 فالإنسان بطبيعته بيعرف بيحس بالجنات بتاعته بيحس على الحاجة الصح الحاجة الصح موجودة فينا يعني الخطأ ده هو الشاز الصح ده موجود في الإنسان بس الدفن احنا نشكرك دكتور عبد الواحد على تاحة الفرصة شكرا على هذا الوقت الثمين سعدة الشيخ عبد الرحمن بن حمد الثاني وزير الثقافة الحضور الكريم شكرا جزيلا على حضوركم نلتقيكم من شاء الله خلال مجريات أخرى من ندوات الموسم الثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة